السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الخميس الثاني عشر من شهر ماي 2022 أهم أخبار ألمانيا يوجد خبرين مهمين أصدقائي تتكلم عنهم الصحافة الألمانية وأحب وأحببت أن أخبركم بهم قبل أن نبدأ أصدقائي شكرا لكم بارك الله فيكم لكلامكم الطيب لدعواتكم الكريمة وشكرا جزيلا للنصائح الرائعة والنصائح الجميلة التي كتبتموها في آخر فيديو أصدقائي شكرا لكم كما تعلمون أصدقائي أصبت بكورونا وأنا الآن أيضا أعاني من بعض الأعراض الجانبية أصدقائي والآن أتواجد أيضا بالحجر الصحي تعلمون بأن الحجر الصحي هو تقريبا الآن على الأقل عندنا هنا بمقاطعة بادن فيوتنبرغ هو خمسة أيام أصدقائي إن شاء الله أتمنى إن شاء الله أن أتمثل بسرعة للشفاء كي أرجع إلى حياتي الطبيعية وأرجع إن شاء الله إلى عملي فشكرا لكم أنا أحب كثيرا الأمور الطبيعية الخاصة بالأعشاب والأدوية الطبيعية فشكرا لكم جزاكم الله خيرا سأخذ بطبيعة الحال بنصائحكم أصدقائي بارك الله فيكم شكرا جزيلا لكم سبب عملي لهذا الفيديو رغم التعب ورغم المرض لكن أيضا أريد أن أقربكم شيئا من ما يحصل في ألمانيا وما تتكلم عن الصحافة الألمانية فحصل هناك حدثين الحدث الأول حصل بمدينة أسن الحمد لله والشكر لله الله سبحانه وتعالى حفظنا من عملية إرهابية كان يرغب ويخطط أن يقوم بها شاب صغير تلميد عنده 16 سنة في أحد المدارس هذا التلميد كان يخطط للهجوم على مدرسته وقتل أكبر عدد ممكن من التلاميذ وكان يرغب بقتل أيضا التلاميذ الأجانب الحمد لله استطاعت الشرطة الألمانية أن تلقي عليه القبض عندما كان نائما فاجأوه بمداهمة وفاجأوه بالدخول عليه إلى البيت وألقوا عليه القبض ووجدوا أيضا بالشقة قنابل متعددة حصل الأمر بمدينة أسن وكان هو يذهب إلى جيمنازيوم التانوية اسمها دون بوسكو جيمنازيوم وفيها 800 تلميد وجدوا عنده تقريبا 16 قنبلة وأسلحة خطيرة من بينها سلاح صنعه بنفسه كيف توصلوا له صديقه هو أيضا تلميد هو من أبلغ عنه وذهب عند الشرطة وأبلغ عنه وأبلغ عن مخططه بعد ذلك قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه كان ينوي أن يقوم بعملية إرهابية في جيمنازيوم دون بوسكو جيمنازيوم وكان أيضا يرغب بضرب الإعدادية غيال شول شلوس بوغبك هو عنصري يميني متشدد وعنصري يميني متطرف يكره الأجانب ووجدوا عنده مجموعة من الأعلام ومجموعة من الوتائق ومجموعة من الأمور تظهر أنه ينتمي إلى اليمين المتشدد المتطرف قال وزير الداخلية لمقاطعة شمال الرين فيستفالن لقد تم إنقاذنا من كابوس خطير أصدقائي الحمد لله والشكر لله موضوع آخر تتكلم عن الصحافة الألمانية هو نقاش هل سوف تقطع روسيا علينا الغاز وزير الاقتصاد الألماني وألمانيا الآن حادرين ومستعدين لأنه في أي لحظة وبشكل مفاجئ تقوم روسيا بقطع الغاز على ألمانيا لذلك هو خرج وقال بأن ألمانيا مستعدة للحدث ومستعدة لهذا الأمر السبب هو أن روسيا تخطط لعقاب الدول التي تعتبرها دولا غير صديقة وأعلنت روسيا أنها سوف تبدأ بعقوبات لشركات أجنبية هذه الشركات تراها روسيا دولا غير صديقة من بين الشركات شركة الغاز الروسي غاز بروم خصوصا شركتها غاز بروم جيرماني غاز بروم ألمانيا هذه الشركة التي الآن تديرها ألمانيا وتديرها السلطات الألمانية بعد الحجز عليها حسب ما صرح وزير الاقتصاد السيد هابك روسيا ممكن الآن في أي لحظة أن تقطع الغاز وقال ألمانيا يمكن أن تتغلب على المشاكل التي يمكن أن يؤدي بها هذا الأمر خصوصا في فصل الشتاء لأن ألمانيا الآن قامت باستئجار أربع موانئ من أجل استقبال الغاز المسال أيضا تكلموا على ميناء أين في بلجيكا يعني ألمانيا تستطيع الآن أن تشتري الغاز المسال خارج ألمانيا هو غالي التمن تستطيع أن تجلبه إلى بلجيكا ومن بلجيكا يمر عبر أنابيب إلى ألمانيا ويتم مضخه في التقى الألمانية أو ميناء موانئ مثلا حتى بهولندا لكن الغاز المسال هو غالي التمن وشيئا ما أيضا ليس جيدا للطبيعة لكن يقولون في ألمانيا الآن الظروف تجبرنا على أن تقوم ألمانيا بهذا الأمر أيضا طلب وزير الاقتصاد من سكان ألمانيا بالعمل على سياسة التوفير وطلب وزير الاقتصاد من الناس أن يوفروا بالطاقة وأن كل أسرة أو كل شقة توفر تقريبا 10% من الطاقة وقال بأن هذا العشرة بالمئة سوف يكون لها أطر إيجابي على ألمانيا وأيضا قال وزير الاقتصاد بأن ألمانيا ترغب الاعتماد على الطاقة النظيفة الآن أصدقائي ألمانيا هناك توتر بعض الشيء عند المصانع عند المعامل ماذا لو توقف الغاز ماذا لو أوقفت علينا روسيا الغاز هناك أيضا خوف بأن ترتفع الأسعار أن تحصل بعض الأمور الصعبة من غلاء لكن أصدقائي على ما يبدو بأن فاتورة الغاز سوف ترتفع مثلا يوم أمس سمعت أيضا بالأخبار عندنا هنا في مقاطعة بادنفوتنبرغ عندنا شركة انفيبي شركة انفيبي الخاصة بالطاقة قالت بأنها سوف ترفع هذه السنة فاتورة الغاز بنسبة 35% 35% سوف ترفعها لذلك أرجوكم انتبهوا حطوا أو وفروا أو شوفوا كيف يمكن أن تعملوا أصدقائي لأن فاتورة الغاز أو نيبن كوستن للكهرباء والغاز يمكن أن تكون مرتفعة عليكم السنة المقبلة نتمنى أن تتدخل الدولة وتتدخل الحكومة لحماية الضعفاء لحماية الفقراء لحماية الطبقة المتوسطة من هذا الغلاء وأن يعم الأمن والسلام إن شاء الله بإذن الله كانت هذه أهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر